أريد أن أذهب إلى القطاع مهم جداً وحالك تتكلم جالب خاطري موضوع الصناعات الدوائية وإحنا طبعاً بعد كورونا وبعد ما جرى في كورونا قفز هذا الملف في القدمة القدمة المتمامات كل الدول كقطاع صحي وأدوات ومسلزمات طبية القطاع طبعاً إحنا فين بالنسبة للوزارة؟ إحنا صغرين أوي الشركة قبر الصناعات الدوائية إحنا تقريباً 13% من حجم العبوات اللي بتتباع في السوق هي عبوات بس؟ الباقي لا لا أنا قصدي من الحجمة مش القيمة قيمة أقل يعني ممكن نوصل إلى 9% من قيمة الأدوية ده الحصة السوقية بتاعتنا طب إيه خطتنا؟ طب ليه بننتج 9% بس؟ تاريخياً كنا بنبيع الحاجات اللي هي الرخيصة المسعرة دي الحمد لله تجوزناها معا بمعاونة وزارة الصحة وابتدأ قعدنا تسعير المنتجات دي بحيث أن الحصة بتاعتي تزيد بس مش دلها يزودنا كتير عندنا مشكلة كانت نفس القصة تاني الصرف والصيانة على المصانع بتاعتنا كان ألياً كم مصنع عندنا هاجم؟ احنا عندنا 8 8 مصانع؟ 8 مصانع منتجة يعني 8 شركات مش 8 مصانع يعني فيه مصنع منهم اللي هو النصر للخامات الدوائية ده مصنع كبير جداً يعني أو مجموعة مصانع كبيرة في أبو زعبي هارجع أقول لحضرتك كان فيه مشاكل فيه ما يسمى الصيانة اللي هي حضرتك أي شركة بتاخد بتشتري منك دوا ضروري تبقى متأكدة أن حضرتك ملتزم بما يسمى الجي أم بي اللي هو التصنيع أسس التصنيع السليمة ودي بترقبنا فيها وزارة الصحة للأسف نتيجة عدم وجود الصيانة المطلوبة كثير جداً من الشركات عندي الأقسام خرجت منها فإحنا التطوير بتاعنا اللي احنا مركزين عليه النهاردة وفي حدود الإمكانيات اللي هي هنقترضها بإذن الله للشركات دي بعد ما حصل تطوير فيها وقدرنا أن احنا نرفع الأرباح بتاعتها جامد خلال السنتين اللي فاتوا بقى عندنا الإمكانية أن احنا نعمل الصيانات دي ودرسنا وخلاص جاهزين للتنفيذ ده هيمكننا على الأقل من مضاعفة الحسة السوقية بتاعتي على الأقل مضاعفة إننا هعمل على الأقل ممكن نصر عشرين في المية وأكتر إنما الأهم من كده إن احنا بنتكلم على حاجتين تانين واحد أنا بنتج أنا عندي المصنع تقريباً الوحيد اللي في مصر اللي المفروض بيصنع الخمات الدوائية اللي تستهلكوا البال الخمات للأسف بقى الحسة بتاعتي أقل من 9% بكتير يعني تقريباً خمات مصر كلها الخمات الدوائية اللي تيجي كلها مستوردة ومستوردة من حتتين مش من دولتين يعني الهند والصين ليه هنرجع بقى الاقتصاديات الصناعة دي إن عندهم بيصدروا للعالم مش ليه حجم كبير حجم هائل فبالتالي بس أنا سوق مت مليون مرة مش كتير يا فني مت مليون جنب العالم مش كتير اللي قلناه واللي وصلنا له ده باشتراك الجمعية العامة وفيها يعني قامات كبيرة جداً في صناعة الأدوية وصلنا إلى إنه يا جماعة إذا عدد الخمات دي كان قالوا الخمات الرئيسية فوق العشرين اللي هي الخمات الرئيسية خالص يعني الخمات الدوية كلها حواري 65 إنما فيها 20 اللي هم الكبار قررتهم يعني ما ينفعش إن إحنا نركز على 2-3 مش العشرين كلهم ومش ال 65 بالتأكيد نشوف إمكانيات البلد دي إيه إنها المواد الخام بتاعتها اللي هي بتعمل المواد الخام الرئيسية نقدر نتخص في إيه في حاجتين ثلاثة ونحط استثمارات فيهم بتتعدى لـ 2 مليار جنيه ونتحرك عشان أتحرك في الثلاثة دول بس هتحرك فيهم بنفس الفكر بتوع الهند والصينيين أنا مش هتكلم إن أنا بدي لشركاتي ولا القطاع الخاص ولا مصر ضروري يبقى بنتك بتكلفة تقدر تنافس المنتجين ثلاثة بتوع الهند والصين بحيث إن أنا بيع اللي عندي وبيع للإيه اللي حوالي يعني عندي ثمن اتفاقات تجارية مع يعني مناطق ضروري أبحث لو عملت المصنع ده بالتكلفة دي هقدر إن أنا أصدر إيه لمين لمين فده اللي بيحصل النهاردة الدراسة دي تي القطاع الدواء وبإذن الله يعني بتكلم على جي أم فيه بسيط للشركات التمائل السابعة والتمنى هي اللي هنركز فيها علشان إنتاج الخماد باستثمارات كبيرة